السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم دكتور رضا الواحي وموضوع حلقتنا النهاردة عن اقوى وصفة لسد الشهية وحرق الدهون اقوى وصفة لسد الشهية وحرق الدهون وتتميز وصفتنا النهاردة انها طبعية 100% وبمكونات منزلية 100% بتت�� من ايه اول حاجة عصير لمونة كبيرة تاني حاجة معاقة شمر كبيرة تالت حاجة معاقة عرفة صغيرة رابح حاجة معاقة جنزبيل صغيرة خамس حاجة معاقة نعنع صغيرة سادس حاجة باكت شاي اخضر بتتميز كمان وصفتنا انه هي مناسبة لمرضى الضخط ومرضى السكر مناسبة لمرضى الضخط ومرضى السكر طب وصفتنا دي بتشتغل ازاي اول حاجة بتساعد على الشعور بالشبع لانها بتحتوى على نسبة عالية من الالياف الغذائية فكده بتساعد على الشعور بالشبع فكده بتساد الشهاية التاني حاجة بتزبط نسبة الأنسولين إلى المعدل الطبيعي في الجسم فما بينزل الأنسولين لمعدل الطبيعي فبينزل الإحساس بيقل الإحساس بيجوء وبيزيد معدل الحر طب هنعملها إزاي؟ أولا هنجيب كوباية كبيرة ونضيف عليها المكونات اللي هي عصير لمونة كبيرة معلقة شمر كبيرة معلقة إرفة صغيرة معلقة جنزبيل صغيرة معلقة نعناء صغيرة وفضي عليهم باكة الشاي الأخضر وهنغلي مية ونضيفها على المكونات بعدين هنغطيها ونتظر خمس دقائق ونطرقها خمس دقائق وبعدين نشربها بدون سكر هنشربها بدون سكر كم مرة؟ هنشربها تلات مرات في اليوم قبل الأكل بنص ساعة يعني قبل الفطار بنص ساعة قبل الغداء بنص ساعة قبل العشاء بنص ساعة ووصفتنا بتتميز إن هي مناسبة لمرضى الضغط ومرضى السكر طب مين اللي ممنوع عليهم استخدامه؟ ممنوع استخدامها للحامل فقط ممنوع استخدامها للحامل فقط تبليها أي أعراض جانبية ملهاش أي أعراض جانبية لأنها بتحتوى على مكونات طبيعية مية في المية وفي الآخر أتمنى أكون قدمت معلومة في ده وتكونوا استفدتم منها أي استفسار سبهوا لي في التعليقات وإن شاء الله هرد عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر